بالنسبة للزكاة الزكاة بينها ربنا تبارك وتعالى حصرها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل له ابن السبيل فريضة من الله فلا يجد أن تتجاوز هذه الأصناف الثمانية والأصل أنها تملك للفقير ولذا نص أهل العلمي لا يجد بناء مسجد ولا حفر بئر ولا بناء مستشفى ولا رصف طريق ولا بناء مدرسة من أموال الزكاة بل أموال الزكاة تكون لهذه الأصناف تملك لأناس تملك لأناس بالنسبة لإفطار الصائم إذا كان مثل الصائمين في الكويت هنا لا لا يصلح أبدا لأن أكثر الصائمين كانت يجدون الطعام وليسوا فقراء وجمع في المسجد وناس لا يجد أن تدفع الزكاة لهذا لكن يجد صدقات ما في مانع أما إذا كان هؤلاء الصائمون فقراء مستحقون للزكاة فيعطيهم يطعمهم والأفضل أن يعطيه المال بيده هو ينظر ماذا يفعل به قد يشتري طعاما أرخص من هذا الطعام قد تكون حاجته إلى غير الطعام فالأصل في أموال الزكاة أن تملك للأصناف الثمانية أو أحد هذه الأصناف الثمانية ثم هو يصنع فيها ما يشاء لكن إذا كان كما قلنا هل كامل الجوع نعم يفطرون من هذا الطعام